أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة للإطلاع على السير الأوضاع والمستجدات في المحافظة وأشهد نائب الرئيس بالجهود المبذولة في البناء والتنمية ودور الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية والتفاف أبناء مأرب الأحرار خلف جهود التحرير والسعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار وأكد نائب الرئيس بأن السمرار الميليشيات الإنقلابية في إطلاقها الصواريخ والطيران المسير باتجاه المدن اليملية والأشقاء في المملكة في حوادث متكررات تثبت تبعية هذه الجماعة للنظام الإيراني وملالي طهران ورفضها لكل الجهود والمبادرات الرامية للسلام وعبر نائب رئيس الجمهورية خلال الاتصال عن تقديره لدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والجهود المبذولة في استعادة الدولة ودعم المناطق المحررة مشيدا بالبطولات التي يسطرها المقاتلون الأبطال في مختلف ميادين العزة والشرف من جانبه تطرق محافظ المحافظة إلى عدد من القضايا والمواضيع المرتبطة بالمحافظة والتنمية مؤكدا بأن مأربة وأبنائها ورجال الجيش والأمن سيظلون عند مستوى المسؤولية وثقة القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني بتلبية متطلبات المواطنين والبناء والتنمية والوقوف بصلابة لردع مشروع الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران موسيقى